بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صلاةً وسلامًا عليك سيدي يا رسول الله صلاةً دائمةً بدوام ملك الله أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته خُلِقَ الإنسان ضعيفًا بطبعه يحتاج إلى من يتولاه ويحتاج إلى من يرعاه قال الله عز وجل وخُلِقَ الإنسان ضعيفًا الطفل في المرحلة الأولى من حياته يحتاج إلى من يحنو عليه والطالب في مراحل التعليم يحتاج إلى من يوجهه والمرأة في حياتها تحتاج إلى من يتولى أمرها كل هؤلاء بل وكل الخلق يفتقرون إلى اسم الله الولي فنحن نتعبد إلى الله عز وجل بهذا الاسم ونحن نتقرب إلى الله به قال الله عز وجل وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدِعُوهُ بِهَا وَمِنْ أَسْمَائِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْوَلِيُّ الذي يتولى أمور عباده فإذا تولى الله عز وجل أمرك أسعدك وأغناك وأكرمك ووفقك للخير وإلى ما يحبه ويرضاه ولذلك ولاية الله عز وجل على خلقه على نوعين ولاية عامة وشاملة وولاية خاصة أما الأولى فهي ولاية عامة وهي تشمل كل الخلق ولاية عامة تشمل كل الخلق وهذه الولاية لها مراد يراد بها الخلق والرزق والإحاطة فالله عز وجل هو خالق الكون والله عز وجل هو الذي يرزق الجميع يرزق البر ويرزق الفاجر يرزق العاصي ويرزق المطيع الله عز وجل أحاط بكل شيء علما فالولاية العامة يراد بها الخلق ويراد بها الرزق ويراد بها الإحاطة ويضاف إلى ذلك ولاية خاصة بعباد الله المؤمنين ويراد بها التوفيق والتأييد والحفظ من الله تبارك وتعالى فالعبد المؤمن بعدما تقع عليه إحاطة الله عز وجل ورزق الله عز وجل بالمعونة العامة وبالولاية العامة فهناك ولاية أخرى خاصة له قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا أهل الإيمان لهم ولاية خاصة لماذا؟ لأنهم حققوا الإيمان بالله تبارك وتعالى وأعلنوها صراحة بأن الله عز وجل المستحق للثناء بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المعين وإرادته قادرة قوية وأمره نافز على جميع البرية إن أسعد أحد فإنما هو بفضله وإن أشقى فإنما بعدله فهو يحكم على الجميع العاصي والمطيع وأحاط بكل شيء علما وأمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون لما حقق أهل الإيمان هذا المعنى نالوا ولاية الله عز وجل الولاية الخاصة التي يراد بها التوفيق فيوفقهم الله عز وجل ويراد بها التيسير فييسر الله عز وجل لهم ويراد بها التوفيق والتيسير والفتح والنص والتأييد من الله تبارك وتعالى وإذا تولاك الله عز وجل جبرك وإذا تولاك الله عز وجل أسعدك وإذا تولاك الله عز وجل خدمك حتى من يريد أذيتك ولذا كان من دعاء رسولنا صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوط أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول وتولني في من توليت اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت فنعلنها صراحة كما قالها رسولنا صلى الله عليه وسلم أن ندخل في ولاية الملك تبارك وتعالى ندخل بالإيمان في ولاية الله عز وجل وندخل بالإحسان في ولاية الله عز وجل الإنسان الذي يعبد الله عز وجل وهو يرجو ثواب الله ويخشى عقابه يعبد الله كأنه يراه هذا ينال ولاية الله تبارك وتعالى يتولاه الله عز وجل لماذا؟ لأنه يراقب المولى تبارك وتعالى يخشى أن يقع في ذنب فالله عز وجل يؤاخذه بهذا الذنب ويخشى أن يقع في معصية فالله عز وجل يهليكه بسببها فبعدما هو متطلع إلى ربه ومتقرب لربه بالطاعة فالله يتولاه بعينه والله يحرسه برعايته والله عز وجل يؤيده وينصره ونعلنها كما أعلنها رسولنا صلى الله عليه وسلم وتولنا في من توليت فإذا تولاك الله عز وجل جبرك وإذا تولاك الله عز وجل نصرك وإذا تولاك الله عز وجل وفقك أسأل الله عز وجل في عليائه أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه وأن يكتب لنا ولكم التوفيق والخير والسعادة هذا وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى الحبيب المجتبى وآله والحمد لله رب العالمين دمتم سالمين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته